هل أمريكا مستعدة إلى أنها تقوم بمخاطرة ما في علاقتها ببعض دول أوروبا وكذا الحال وأن مخاطرة المصالح وكذا الحال مخاطرات متعلقة بمصالحها هنا في المنطقة مع بعض الدول العربية لا هي إسرائيل في المقام الأول يعني بهمها ما يسمى بأمن إسرائيل هي حاضنة للمشروع الصيوني منذ عهد ترومان حتى يومنا هذا مش من 73 منذ قدوم رئيس ترومان في فترة ترومان وهو الذي شجع وضغط على بريطانيا التي كانت بريطانيا التي أنشأت المشروع الصيوني هي التي أوقفت أو رشدت حركة الهجرة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ثم ضغط عليها الرئيس ترومان لسماح بمجيء 100 ألف زيادة طبعا 100 ألف يهودي أو مستجلب يهودي فبتالي الولايات المتحدة المشكلة لا تخاطر هي المشكلة أنها هي ضامنة لأسباب عدة سواء أسباب سياسية أو أسباب عقائدية طبعا يمكن الدكتور محمد يعي ما أقوله بالنسبة لفكرة الأسباب العقائدية وفكرة عقيدة ما بعد الألفية وكل هذه التي يؤمن بها البرستانت أو الطيار الأغلب في الولايات المتحدة الأمريكية فبتالي هذه الولايات المتحدة المستعدة أن تضحي بمصالحها طبعا مع الدول العربية هناك مقولة لوزير الخارجية السابق هينريك سينجر كان بيقولوله يعني أنت يعني كل يعني 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 الانحياز التام لي الإسرائيل سوف ينفر منكم الدول العربية والدول العربية هم أصدقاء ليكم فيعني قال مقولة يعني هي يبدو أنها مقولة صحيحة قال أن الاتحاد السوفيتي لن يستطيع أن يقدم لهم أي شيء وبالتالي كلما انحازنا إلى إسرائيل كلما جاء إلينا الدول العربية زاحفين لكي نكون الحكم بينهم وبين إسرائيل بس النهاردة بقى في روسيا الاتحادية مش الاتحاد السوفيتي النهاردة أصبح فيه الصين جوه المعادلة ما كانتش وقتها في المعادلة لكن أنا أعتقد طبعا أن العرب لا يعود ذلك العرب لا يستطيعون في الوقت الحالي أو لا يستطيعون توظيف الأوراق التي بيأدهيهم وبالتالي ما زالوا أيضا يعني يرنوا بوجههم شطر الولايات المتحدة أو شطر البيت الأبيض فبالتالي هذه هي المشكلة المشكلة وبالتالي أنا أعتقد طبعا أن هذه المشكلة حل الدولتين الذي يتحدث عنه بايدن هو دولتين دولة بمواصفات أمريكية دولة إسرائيلية دولة فلسطينية بمواصفات أمريكية وهذا لن يحدث نحن لدينا تصور أو شعار بالنسبة لحل الدولتين دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عاصمة الكدس الشرقية هل حدود الرابع من يونيو موجودة الآن؟ نحن نتحدث عن 550 ألف مستوطن يهودي داخل الضفة الغربية و300 ألف مستوطن داخل القدس القدس أعلنت أنها عاصمة لما يسمى بهذا الكيان منذ عام 1980 ثم بعد ذلك جاء ترامب ليعلن أنه نقل للصفارة لي وبالتالي أنا أعطاك طبعا فكرة الدولة عاصمتها الكدس أو دولة كيف يمكن الحديث عن تفكيك مستوطنات في الضفة وفي الكدس وهذا شيء أصبح بعيد المنال وبالتالي أنا أعطاك طبعا علينا أن نكون نتحسب لذلك وبالتالي نعيد حساباتنا في علاقتنا مع الولايات المتحدة ولا ننخدع بهذه الشعارات شعار الدولة الفلسطينية التي تردها الولايات المتحدة هذه الدولة الفلسطينية منذ عهد رئيس جورج بوشي الابن وهناك حديث عن ذلك ثم بعد ذلك أجيئة بما يسمى باللجنة الربعية وتفاهمات لجنة تينت وميتشيل وزيارات كل هذه تتحدث عن دولة فلسطينية حتى مؤتمر أسلو نفسه يعني فكرة اتفاقية أسلو الآن في 93 مرة عليها 30 سنة كانت بتتحدث عن دولة فلسطينية في قرابة خمس سنوات يعني فترة انتقالية خمس سنوات ثم دولة فلسطينية أصبحت طبعا هناك لم يكسب الفلسطينيين إلا سلطة يعني هذه السلطة ليس لها من السلطة إلا اسمها في ظل الاحتلال الاسرائيلي الحقيقي للضفة الغربي طيب ترجمة نانسي قنقر